السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة هنبدأ نشوف ايه اللي ممكن يكون موجود جوه اللمبة دي وايه اللي بيخليها تلف اللفة اللي احنا بنشوفها على طور ومتوقع انه هيكون مطورة وطبيعي يكون مطور مفيش حاجة غير كده بس احنا هنشوف اللي جواها شكلت زي وهل يمكن نحسن من الصرع بتاعتها ولا ما ينفع البداية خلاص طبعا محدش في الدنيا مش عارف ايه اللمبة دي وبالذات في الشهور اللي احنا فيها حاليا يعني فخلينا الوقت نجرب نشجلها شجالها وعمالة تلف وبالتالي الانوار بتتوزع في اماكن معينة شغلة حلو شغلة حلو خلينا بس نفكها ونشوف ايه اللي ممكن يكون موجود في لمبة زي دي وهل ينفع نحسن من اداءها يعني مثلا ازاي خادل متين وعشرين شغل بها للدات ازاي المطور متوصل هل متوصل توالي هل متوصل توازي المطور نوعيته ايه يعني لو باز ممكن تبدله الجير بوكس اللي جهو اكيد فيه جير بوكس الجير بوكس المرتبين التروس عنده ازاي هل ينفع نزود من الصورة بتاعته وهكذا حاجات من النوعية دي فخلينا نفك الكوفر اللي فهو ده ده كده الكوفر اللي هو المفروض بياخد الالوان بتتسقط عليه وهو يبدأ يوزحها وبيلفوا الكلام ده طبعا ده العمود اللي بيلف دي كده العمود اللي بيلفه تحت هنا فيه اربع لدات متوصلين توالي يعني ده مثلا الطرف الموجب اللي ببقى خارج من الموحد او عفوا الطرف الموجب هاو بتبدأ يروح اللمبة، يتسلم اللمبة اللي بعدها بعد كده المطور حين هاو الطرف المطور vitup وبعد كده فيه لمبة يعنيو ااخد توازي مع اللمبة دي تمام وبعد كده فيه لمبة تانية otenية ولمبة تالتة وي batsد يروح للارض يعني كلها متوصلة بالتوالي وي المطور متوصل توازي مع لدبة konkretشة يويله المطور متوصل توازي مع الملدة دي فهنشوف هننفع نزود السرعة بتاعت المطور عن طريق ان احنا نزود الجهد المتسلط عليه ولا لا هو كده المطور ده واخد نفس الجهد اللي واخدها الليد دي هنا مثلا اربع لدات فالمتوقع ان باور سابلاي ده مثلا مين ام يكون مخرج 12 فولت فنبدأ نوصل ونقيس الجهد اللي على الطرفين دول شوفهم كام بالزبط ونتوقع كل لد واخده كام فولت هنبدأ نشغل الدايرة مرة تانية ونبدأ نشوف الجهد المتسلط هنا كده كان بالزبط 10 فولت وملاحظين الليدة هنا لو تلاحظ هي بترعش كده من الكاميرا يعني اللي ده الخضرة دي اللي متوصل عليها المطور تمام اضايتها خفطة وده طبيعي لان الطيار هيتوزع ما بينهم هما الاثنين يعني الباور سابلاي ده مخرج 10 فولت تمام متوزعها التوزيع دي كله فانت لو عايز تزود الجهد يعني احنا لو شفنا جهد المطور عليه الجهد على المطور حوالي 8 من 10 يعني مش مكملة 1 فولت 8 من 10 تسعة من 10 فولت الجهد على المطور فبالتالي احنا عايزين نرفع الجهد ده شوية بحس ان المطور يتحرك اه خلينا نشوف لو احنا حطينا الطرف للمطور هنا على الطرف بتاع الجزء ده والطرف التاني مع الارض يكون الاراية كام خمسة فولت تمام كده فده اللي احنا محتاجينه بالزبط عايزين نودل المطور ده خمسة فولت بحس ان سرعته تبقى ازيد هو الوقت بنسلط عليه بالزبط واحد فولت فتلاقي الاكس بيلف ببطل فدي الفكرة ونلاحظ معلومة مهمة اوي ان انت لو وصلت الطرف ده مع الثلاث لدات اللي هما تلاويلي دول اللي هما الاخضر والموف ده والاحمر الثلاث لدات دول اضايتهم هتقل لان انت كده بتوضع التغير عليهم لان باور سابلاي اللي هنا محدود جدا تمام نبدأ نغير الطرف ده ونحطه مع السلب ونشوف سرعة المطور هلها تتغير ولا هتفضل ذلك اه كده يا شباب احنا غيرنا الطرفين وصلنا طرف السلب طرف بالموجب على اساس ان هنا يبقى حوالي خمسة ضلط تمام لو جنا جردنا متوقع متوقع ان لو التلاث لدات اللي هنا دول ما يشتغلوش دي حاجة او يبقى ضايتهم صغيرة والمطور برضو لفته مش هتبقى كده كل درجة يا شباب راجع لقوة الباور الباور اللي هنا ضعيف جدا هو يا دوب عامله كده يعني هو مأسسها على كده تمام هاوريكو الغلط اللي هيحصل المشكلة اللي هتحصل هاوريكو التصحيح اللي احنا ممكن نعمله وكل ده يعني تحت بند التجربة ان شاء الله هندرب سامع زنة والمطور ما بيلفش شوف دي اضايتها خافتة جدا والدي اللي جنبها خافتة جدا والمطور ما بيلفش ما بيلفش نهائي لو جيت بقى انت كده ات الجهد او تيجي تقيس الجهد حوالين النقطتين دول اللي هما نقطتين الدخل هتلاقي الجهد مخفط جدا الجهد حوالي تلاتة وتسعة لو باين هنا تلاتة وتسعة كان اصلا عشرة فكل ده ليه لان المطور تطبع عليه جهد اعلى فبالتالي هيسحب طيار اعلى فبالتالي هيشد الطيار اللي في الدايرة كله فيعمل خفض في الجهد من خارج الباور طيب دي ممكن تعملها ازاي لو انت واحد يعني ايه غاوة تضيع فلوس فانت هتشيلي الباور سبلاي اللي موجود معه ده خالص واجيب له باور سبلاي صغير 12 فولت واحد امبير مثلا في حدود 25 جنيه وهي اساسا كلها على بعضها ب25 جنيه فيعلى ربنا نقول برضو تحت بند التجربة عشان تبقى فاهم اللي ممكن يفصل هم بيعملوا ايه الهدف من اللي هم عملوا ده ان هم يقللوا الجهد جدا على المطور خلوه واحد فولت تمام بحس ان المطور ما يقدرش يسحب طيار عالي فبالتالي الطيار اللي في الدايرة كله ما يتقصرش المطور هيشتغل بس هيلف بالراحة واللدات هتنور ويبقى الغرض من الدايرة اللي هم عايزين يوصلوله احنا بقى مش بتوعكد احنا عايزين نشغالها عالية ويبقى تبقى الاضاءة عالية عشان نفهم ونثبت ان المشكلة كلها مشكلة باور تعالوا نجرب الحركة احنا نعمل لها ان احنا هجبنا فعلا باور سابلاي خارجي 12 فولت واحد امبير اللي احنا قلنا بسعر اللامبة ذات نفسها وهنبدأ نوصل الموجب مع الموجب والسالب مع السالب سايفين يا جماعة سامعين صوت المطور بيلف بسرعة جدا واللدات منورة بشكل كويس حتى ما عادتش بترعش لان ده نتيجة ان خارج ده دي سي صافي دي سي متفلتر من النيز او ما هوش مفهوش ريبل او ما هوش حاجة اسمع البالس دي سي ان الدي سي سابت ما بتغيرش ولا اتجاهه ولا بتغير كمته دي سي 12 فولت سابت عشان كده اللدات دي ما بترعش تمام؟ اما اللي خارج من هنا فده شبه النظام اللدات اللي موجودة في البيت بتبقى الجهد بتغير بيعتمد على المحول وما بيعتمدش على مرحلة تنعيم او مرحلة اللي بتبقى بعد خارج المحول اللي هي بتبقى عبارة عن ضايد ومكسف ما بيعتمدش على الكلام من ده فاهم نشوفنا اوه المطور صوت وضغير خالص نبدأ بردو نركب الاكس ده او الغطة ده عشان نشوف السرعة بتاعت المطور هتبقى عاملة ازاي بس الفكرة الوقتي هوصل الدخل بتاعت بردو ازاي فخلينا نشوف له حل ونركع السرعة اللي طلعناه شوفو عامليني ازاي فده هنعمل له حلقة لواحدة ونشرح ازاي بيخفض المتين وعشرين لاتناشر فلط هو غير اعتياد يعني انا بصراحة ما شفتوش قبل كده شكله غريب علي شوية بس احنا نعمل له فيديو خاص به للشرح بتاعه ازاي بيحاول المتين وعشرين لاتناشر من تحت ركبنا متور غير اللي كان موجود فيه هوري لكم مطور اللي كان موجود فيه احنا جبنا مطور عشان بحيس ان هو يكون اسرع شوية وركبناه بداناً كده المطور الاديم والمطور ده بمناسبة ببقى موجود في دراعات البليستيشن اللي ها بتبقى هزاز او حاجة زي كده اخوه بالضبط نفسه ما نعفوش في فرق غير الندبات او الفتاحات اللي بتبقى موجودة فيه فده اللي كان موجود فيه وده اللي ببقى موجود في دراعات البليستيشن وغيرناه بمطور الالعاب اللي هو العام. كل حاجة وهي الوقتي جاهزة ان احنا احنا نجربها. بص خلي بالكم بس انت الوقتي خكت سلكين من تحت وحطيت سلك للموجب وسلك للسالب. خلي بالك بقى وانت بتركب تحت هنا تشوف مين الموجب ومين السالب. عشان ده بقى الوقتي بتتعامل مع دي سي مش اسي يعني لها كطبية. عكاست الكطبية مش هيشتغل. المطور بس اللي هيشتغل. اما اللدات مش هتشتغل. تمام كده? فدي نقطة احب اوضح حالة. طيب هل الوقت نشغل. كان كمان او تزاؤل ان ازاي لو هي مطور يعني لما كانت بتشتغل في البداية خالص لو هي مطور ازاي ما بطلع لها الصوت اتاري ان هو خفض الجهد على المطور فبالتالي المطور بقى يلف تاتا تاتا. فمش طلعه الوقتي بقى صوته بسم الله مش هالله هيبال. تمام? هنجربها السوى الوقتي وهنشوف آآ وضعها. بقى التنين. عربية مركبينة عربية. كده زي اللي هيشتغلها. كده احنا حمنا في explicوا هذا الموضوع كله. كده احنا تفهمنا الموضوع انها كلها بلعب في الجهد والله واجب لنا جهد صغير خالص الدايرة اللي احنا شفناها اللي هي دايرة الدرايفر اللي هي الدايرة دي هنشرحها في فيديو خاص بيها الوحدها لان هي شكلها جديد مستخدم ملف ومستخدم مكسفات غير الاديمة خالص وعندما كنت تفاكر شبه الاديمة الريكتفاير هي فيه ركتفاير هنا بس موثبت على ضيط كمان يعني عشان ما نطول شوقت الفيديو هتبقى هذه الفيديو نفصل لها وصلنا نهاية الفيديو النهاردة لو عجبك الفيديو متنساش تعمل بلايك واشتراك في القناة وتفعل زر التنبيهات والسلام عليكم صنين تعليهم دماج